نحن نعتبر هذا كلام عابر يقير لا يترتب عليه شيء شكرا إنها مجرد كلام عابر لا يترتب عليه شيء هكذا كان رد الحكومة على لسان الناطق باسمها وكالة على التصريحات الأخيرة للناشط السياسي والنائب البرلماني برامد دهعبيد رد الناطق باسم الحكومة وكالة سيدي أحمد أول محمد جاء خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة مضيفا أن لا أحد فوق القانون وأن توفير الأمن والاستقرار مسؤولية الحكومة الأولى التصريحات التي أوقف على إثرها برام جاءت تعليقا على نتائجها الانتخابات الأخيرة التي قال إنها شهدت الكثير من عمليات التزوير مضيفا إنها تهدد المسار الديمقراطي الذي تسلكه موريتانيا منذ عام 2005 وأنه إذا معتمدت نتائج هذه الانتخابات فأحرار موريتانيا سيحملنا السلاح محامو برام طلب الجهة المعنية بإطلاق سراحه مؤكدين أن تصريحات موكلهم هي مجرد أراء واستشراف للمستقبل وتحذير من نتائج الظلم الذي عرفته الانتخابات الأخيرة بقولهم ستة من أحزاب المعارضة أصدرت بيانا موحدا قالت فيه إن توقيفه العبيد يزيد من حالة التوتر والاحتقان الناتجة عن فشر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم انتخابات نازيهة مما قد يعيد المسلسلة الديمقراطية في البلاد إلى مربعه الأول ودعت الأحزاب إلى إطلاق سراح نائب البرلماني برام الداه عبيد وكافة المعتقلين دون قيد أو شرط تحالف أمال موريتانيا هو الآخر أصدر بيانا منددا باعتقال برام وبقية من وصفهم بالمناضلين في حركة إيراء بسبب ما قال التحالف عنه تنديد سلمي بتوقيف زعيمهم ووصف التحالف في بيانه التوقيف بلز دواجية المفضوحة إذا لم توقف السلطات حسب البيان شخصية سياسية واجتماعية في الداخل هددت بحمل السلاح وتم التغاضي عنها وكانت الشرطة أوقفت النائبة برام الداه عبيد الأربعاء عقب تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا في الرأي العام الموريتاني